وضمن قائمة متكاملة من الإجراءات الاحتراسية أعلنت وزارة الموارد المائية تشفيف ما يقرب من 300 بحيرة أسماك متجاوزة في ناحية الإصحاق تنفيذاً لإقرار مجلس الوزراء بردم بحيرات الأسماك غير المجازة وأكد مدير الموارد المائية في الإصحاق أحمد دنان عباس أن الأعمال متواصلة من قبل ملكات المديرية لإزالة وتشفيف تلك البحيرات ضمن شعب الجدول الشرقي والدجيل والمشاهدة والطارمية ويكشف المسؤول المحلي عن أكثر من 600 بحيرة أسماك متجاوزة والعمل جار على إزالتها بخطة عمل تتضمن كسر أكتاف البحيرات وقطع المصدر المائي عنها والتيار الكهربائي لضمان وصول الحصص المائية إلى جميع المستفيدين بالتنسيق مع دوائر الزراعة والكهرباء وبإسناد من قبل القوات الأمنية ضمن قواطع المسؤولية شكرا شكرا